349 جندياً أمريكياً قضوا انتحاراً العام الماضي رقم تجاوز عدد الجنود القتلى في أفغانستان للعام نفسه هذا الرقم القياسي أثار تساؤلات عدة لا سيما أنه يأتي بعد انتهاء الحرب في العراق ودخول الحرب في أفغانستان مرحلتها الأخيرة نسبة الانتحار في ارتفاع منذ العام 2004 الأسباب معقدة ومعظم الحالات غير مرتبطة بشكل مباشر بالمعركة وإنما بعدة أسباب مجتمعة مثل الابتعاد عن الوطن والعلاقات المعقدة مع العائلة أو الشريك وخسارة رفاق السلاح أو الألم وطبعاً تأثيرات الحرب السايكولوجية إذن ظاهرة الانتحار ستتواصل وقد تتفاقم حتى بعد انتهاء حربي العراق وأفغانستان قد وصفها وزير الدفاع ليونبانيتا بالوباء مؤكداً أن البانتا يبذل الجهود للحد من هذه الظاهرة لقد تم إنجاز الكثير ولكن للأسف لم يؤدي ذلك إلى كبح وباء الانتحار الخدمات الطبية والنفسية متوفرة ولكن كثيرين لا يطلبون ولا يريدون المساعدة ويتم تدريب الجنود للتعرف على الإشارات أو العوارد أو الميول الانتحارية التي قد تظهر على زملائهم وبحسب بيانات البنتاجون فإن ظاهرة الانتحار لا تقتصر على فئة معينة من القوات المسلحة إنما تنتشر بين أفراد الجيش ومنشاة البحرية وغيرهم أما معظم المنتحرين فهم من الذكور البيض وقد سجلت ظاهرة الانتحار انتشاراً واسعاً وزيادة مضطردة منذ العام 2004 جون روكو خدم معموشات البحرية في العراق وقد انتحاراً في العام 2005 تاركاً وراءه طفلين وزوجة صممت على تحويل المأساة إذن فرصة لمساعدة الآخرين أدركت أني لست الوحيدة التي تعرضت لمثل هذه الخسارة وأني أحتاج إلى دعم قوي ومختلف عما يحتاجه من يفقدون أحباء بطرق أخرى ولم أرد أن تطبع طريقة موته ذكراه ورأيت أن الطريقة إلى ذلك هو عبر برنامج لمساعدة عائلات الجنود من ضحايا الانتحار والتأكيد على أن ما أقدموا عليه غير ناتج عن عمل إجرامي واعترفت وزارة الدفاع بخطورة انتشار ظاهرة الانتحار بين أفراد القوات المسلحة وأعربت المتحدثة باسم البنتاجون في بيان للبي بي سي عن قلق الوزارة العميق من انتشار الظاهرة وأكدت أنها تحضر تقريراً مفصلاً حول الانتحار وفا إجباع بي بي سي واشنطن ترجمة نانسي قنقر